إزاي هنقدر بقى لازم وأنا مش قادر أعاتب خلاص لكن أنا لازم أعاتب بهذا ما أنا جواب العتاب باب من أبواب الفتح والتقريب الركن التالت بقى والضلع التالت إن إحنا نتوقف التوقف هنا معناه إن إحنا نتوقف عن الفعل بس لازم ده يكون عبارة قبله وقفة عشان هنا مش احتمال مفيش احتمال غير التغيير في اللحظة دي لازم نتغير لازم بالزبط مضمن المخدرات لازم يتغير لازم يروح عشان يتعافى وشخص عنده علاقات متعددة لازم يتوقف امرأة مش مهتمة بالبيت وكل الأولاد بيتعرضوا لمخاطر كبيرة جدا والزوج بيتعرض لمخاطر كبيرة جدا لازم نبتدأ نقف عشان نقدر نوصل ده مهم جدا في مسألة التسامح قاعدة أساسية وإنك إنت مش هتقدر تتسامح وإنت حاطت كرمتك في وسط الطريق كل اللي رايح واللي جاي بيدوس عليها ما ينفعش إن انت تعمل كده ما ينفعش المدخل الصحيح إن انت عشان تتسامح إن انت تخلي كرمتك عزيزة عزيزة يعني إيه؟ ما تخليهاش محطوطة في كل موقف الشخص الحساس بيحط كرمته في أي حاجة في اللفتة في الكلمة بعض الناس بيعملوا عداد اسم وعداد التسامح وهو أصلا الرجل الحساس مش بيتسامح هو أصلا بيعمل إيه؟ بيمثل إنه بيتسامح لكن التغاضي لازم يكون مع الناس عشان تفضل صدرهم نقية إذن قاعدة التالتة ما ينفعش تعمل عداد التسامح غلط ما ينفعش تبقى واقفة لحد على الوحدة وتبقى بتسمي نفسك أنا تسمحت أنا تسمحت أنا تسمحت أنا تسمحت ده مش عشرة حسن ده غلط طب نعمل إيه بقى؟ بسرعة عشان تقدروا تتسامحوا حطوا قصتكم المميزات اللي في كل واحد فيكم وإيه اللي حاصل وما تنسوش إن ده جزء من تطبيق قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إيه اللي حاصل حددوا النقاط دي وشوفوا قد إيه الحاجات دي تقدروا تستثمروها عشان تشيل نقاط الضعف والعيوب اللي في شرك حياتكم تاني حاجة التعاطف مهمة أوي أوي لازم نتعاطف مع بعض ونتفاهم دوافع بعض ونساعد بعض ومحدش فينا يعاقب التاني الجواز مش محطوطة عشان العقاء عشان العقاب الجواز مش محطوطة عشان المساعدة لأن كل واحد فينا لما يساعد التاني هيحس إنه هو عنده وسع تالت حاجة بناء الزكريات الحلوة كل ما نبني مع بعض زكريات حلوة كل ما ده ما عيساعدنا على إن التسامح يكون هو الأساس في حياتنا وتكون الحياة أهدأ آخر حاجة لازم طول الوقت نتكلم مع بعض ونتحاور ونتحاور وإحنا نتكلم عن المستقبل والسعادة لأن كل ما تحاورنا وتكلمنا عن المستقبل والسعادة كل ما نلاقي فرص إن إحنا نستبدل الشيء السيء والعيوب بأشياء حسنة في المستقبل والسعادة يا سادة مهارة التسامح الزواجي هي مهارة تجديد الحياة مهارة تخلي الإنسان يفضل قلبه سليم مش بس يفضل قلبه سليم يفضل زواجه متألق منور حاسس بمدد ربنا حاسس بقيمة النعمة ربنا عليه اللي عاشها في الزواج تعالوا نتسامح بس التسامح الرشيد ده بس ده محتاج تدريب عشان ده فن التسامح فن يفتح أبواب السعادة يا رب رزقنا إن احنا نكون من أهل هذا الفن واجر علينا دايما يا ربنا كل خير ببركاتك ورحمتك يا رب العالمين